الصين صاحبة ثاني اكبر اقتصاد في العالم تشهد ركودا حادا في تعاملاتها التجارية بعد انتشار فيروس كورونا فحجم الضرر على اقتصادها لا يمكن تجاهله بعد ان اصبح مهددا نتيجة انتشار الفيروس ليؤثر كذلك على نمو اقتصادات العالم لسيما في سوق النفط المرضى هذا اثر كثيرا على اسواق النفط لماذا؟ لان اولا وقبل كل شيء اسواق النفط هو موشنه في البداية هي النقل النقل البحري قوي جدا والنقل البحري اقوى نقل البحري ويجي من الصين ويذهب للصين وراح لين قص من 40 حتى 50% فلهذا اجتماع المقبل تعلق باب اللي راح تكلم عليه سيد الوزير الطاقة الجزائري 20 دولة و22 دولة يحاولوا كيفاش في المبدأين ينقصوا بالكوطة لتعلق الانتاج باش يخليوا الاسعار تبقى على اقل على مستوى بين 50 و60 دولار للبرميل تفشي فيروس كورونا سيعرقل الاقتصاد العالمي وقد يؤدي الى ازمة اقتصادية عالمية جديدة حسب تقديرات الخبراء فأي تدعيات على اقتصاد الجزائر خاصة وان الصين تعد اول ممون للبلاد بما يزيد عن 7 ملايير دولار تخوفات من الجزائر اقل اقل بكثرة جزائر ابلاد مقفول ما عندوش زيار كتير وثانيا عندو البديل من احتجارة خارجية اذا كان وقفنا مواقة من الصين الشعبية عندنا البديل من يجيبوا السلعة المشاريع الانجاز مراحش ينضرر لماذا؟ مهما كانت الظروف سوف يكونوا فيهم مهندسين يرقبهم يكونوا فيهم عمال مختصين والمشاريع الكبرى للصين تتمولها ويكملوا شيء عادي جدا 160 مليار دولار هو حجم خسائر الاقتصاد العالمي حتى الان تكاليف اقتصادية باهظة تتحملها دول العالم بسبب كورونا لكنها لا تعني شيئا امام الخطر الذي يهدد صحة الانسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر